الناخبون في الشطر التركي من قبرص الذي أعلن استقلاله من جانب واحد شمال الجزيرة يواجهون اختيارا واضحا في انتخابات رئاسية بين رؤيتين الرؤية الأولى يمثلها الرئيس الحالي محمد علي طلعت هذا الرجل يؤكد أن المباحثات مع شطر الجزيرة اليونانية على مدى السنوات الخمس الماضية بدأت تؤتي ثمارها وأن إعادة توحيد الجزيرة هدف واقعي ستكون نتائج حاسمة وسير العالم أن قبرص التركية تعمل ألحل القضية وأنهم لم يتغيروا وهذا سيفيد الشعب بشدة غريم طلعت السياسي هو رئيس الوزراء اليميني القومي درويش أورولو وهو يرغب في بقاء قبرص منقسمة بين دولتين إحداهما تركيا والأخرى يونانية أسعى للتوصل إلى حل بحيث يعيش الأتراك بكرامة في تركيب جديد وشراكة تقوم على المساواة واحترام الاستقلال أما الانضمام إلى دولة قبرص فهو لا يمثل تسوية للقضية ما تسعى إليه قبرص التركية هو إنهاء عزلها سياسيا واقتصاديا طلعت جاء إلى السلطة واعدا بإنهاء هذا الانعزال إلا أنه فشل حتى الآن الناخب يرغب في معاقبة المجتمع الدولي والسياسيين الذين وعدوا بحل تلك المشكلة وتذليل المتاعب التي يواجهونها في الحقيقة فإن الناخبين في قبرص التركية يصوتون على استمرار مباحثات الوحدة وما إذا كان علم قبرص وقبرص التركية سيتم استبدالهما بعلم واحد محمد طه بي بي سي